أكتر ألعاب بيحبها أكتر حيوانات بيحبها خلال هاي الفترة يعني خلال وعمره السنة أكتر حيوانات أصدقائه مين يعني مين بيحب أكتر مثلا من العيلة من الأم ولا الآب مين متعلق هيك شي الأغاني اللي بيحبها الأكلات اللي حبها الألعاب والقصص بشكل عام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أصدقائي معنا بفيديو جديد فيديو اليوم فعلا مميز جدا جدا وحلو جدا جدا فيديو اليوم رح نقدم أو نفرجيكم هدية اشتريناها لابننا اللي لسه مش موجود هدية أول هدية لابننا هي هدية عرسه الهدية اللي رح نعطيه إياها في عرسه رح أفرجيكم يا هلأ مع سوا الفيديو جدا ممتع وجدا جميل بطمنا منكم إنكم تتابعونا للآخر هلا رح أفتح الدفتر ونبدأ نشوف مع بعض شو فيه جوات الدفتر هاد الدفتر عنا منشوف إنه دفتر خمير الجلدة تبعته كتير يعني كواليتي عالية ويابسة وراء كمان نفس الشي اللي وراء يعني خميلة مش رقيقة أبدا ومش سهل إنها تخرب لإنه الدفتر مصمم إنه يعيش لمدة طويلة الدفتر مصمم إنه يعيش على الأقل 25 سنة على الأقل نشوف مع سوا إيش فيه جوات الدفتر طبعا فيه بدل دفتر عادي يعني عن الشركة والمصنعة وهايك طبعا فيه منه باللغة العربية بس إحنا حبانا إنه نشتريه باللغة التركية الصفحة هون مكتوب الجدول أو المكونات اللي موجودة جوة الدفتر وفيه هون كلمات طبعا بالتركي زي شعر أو أقوال جميلة يعني كلها إلها معنى وكلمات حلوة هون نفس الشي شعر وكلمات عن جد كتير حلوة ومعناها حلو ممكن بالمستقبل نبقى نشارككم عن طريق الإنستجرام ببعض المقولات وترجمتها نبدأ هون بالدفتر الدفتر هون بصفحة الأولى حطنلنا فراغات رح أقرب شوي الدفتر حطنلنا فراغات وإحنا رح نعبيها بالصورة الصورة الصورة بالأول نبدأ من تحت صورة الأم يعني أم الطفل اللي هي يعني المفروض لها تكون أنا وهون أمي وهون والدي رح أحط صورتي وصورة والدتي ووالدي وفوقها وفوقها أم أمي وأبو أمي وأم أبي وأبو أبي صورهم هيك زي شجرة عالة بتكون وبنفس الشكل على الصفحة الثانية فيه عندنا للأب اللي هو هون صورة أمرا المفروض إن شاء الله هون صورة حماتي وهون صورة حماي وهون رح نحط أم وأبو حماتي وهون أم وأبو حماي هيك بيكون عند الطفل يعني صور كاملة عن شجرة العالة عنده منقلب الصفحة هون الصفحة هون فيه عندنا شجرة العالة للأم اللي هي أنا هلا هون أنا هون رح أكتب تاريخ ميلادي ومكان ميلادي مهنتي ورح أكتب أسامي إخوتي ومسلا كلار اللي هو الأعمال اللي بيعملوها يعني شو بيشتغلوا وتحتيها ها هون عفوا هون منلاحظ هون مكتوب إنه آننن آنن يعني جدة الجدة وهون الجد نفس الشي تاريخ الميلاد مكان الميلاد والمهنة يعني جدة الأم اللي هي أنا يعني جدتي أنا بهذا الشكل بيكون عند الطفل صورة كاملة عن عائلته وأجداده لأحد جد أمه وجدة أمه بهذا الشكل إيش كانوا بيشتغلوا إيش عندهم إخوة إيش تاريخ ميلادهم مش عرفة حتى هذه المعلمات إحنا رح نقدر نوصل لها مية بالمية ولا لا بس إن شاء الله إنها رح نقدر نوصل لها أفكر كثير أشياء حلوة أنا يعني شخصيا بفضل لو كان عندي هيك شي مثلا أشوف جدي شو في عنده إخوة أشوف تاريخ ميلاده شو كان عام يشتغل هاي الأشياء كثير كنت عندي مراك ديوردم عندي فضول أني يعرفها ينكمل عشان ما نطول في الفيديو في هنا ما برفي إذا الفيديو واضح هنا أنا بابا وبنفس الشكل هون بنكمل لجدتي عندي عندي اللي هي أم أمي أو عفوا أمي أنا اللي هي جدتي الطفل رح تكون وهون الدداء اللي هو والدي اللي هو رح يكون جد الطفل هون أنا منبدأ بفي عم بنسى أنه الأنة لازم تكون أنا ف الإشي كثير غريب عن جد أنه هيك تشتروا هدية لأبنكم وهو لسا مش موجود هلا هون رح أكتب تاريخ ميلادي ومكان ولادتي والمهنة وإخوتي ومش يعني شغلهم أو مهنتهم وبكل صفحة في هنا على الطرف هيك زي مقولة صغيرة أو اقتباس مقولات عن جد بتجنن فبكل صفحة في هيك مقولة يعني الكتاب عن جد اشي يعني فوق الخيال أنا كثير حبيته فرجيت وعائلتي ماتوا عليه صحباتي لما فرجتهم إياه الكل يعني صار يسأل ويقول لي بدي مثله طبعا بس أنا شريط في التركي طبعا في من نسخة العربي وأنا مش عم بعمل دعاية للكتاب طبعا بس أنا حبت أفرجيكم إياه هون نفس الشي بالنسبة لوالد الطفال يعني جده وجدته وامه ووالده ووالده وين انولده وشو عم يعملوا بنفس الشكل وبنته في البابل اللي هو المفروض إن شاء الله إنما يكون أمره وبعدها تاريخ ميلاده ومكان الولادة ونفس الشكل إخوته وأعمالهم هلا بنقل بالصفحة هون معلومات عن الأم وهون بالمقابل معلومات عن الأب نفس المعلومات طبعا رح أقرأها مرة الاسم والكونية مكان أو تاريخ الميلاد مكان الولادة اسم الأم اسم الأب القروب طبعا الدم يعني فصلة الدم وهون المدينة اللي هي مسجلة فيها هم في تركيا لأنه بيكتبوا على الهوية إنه عائد لأي مدينة طبعا أنا رح أكتب فلسطينية هون المستوى التعليمي لأيلي المدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة والماجستير والدكتورة وين أخدهم هون المدينة اللي درست فيها طبعا كل مرحلة ونفس الشي للأب بعضيها ننتقل بالصفحة اللي وراها هون عائلتي لانوان عائلتي هون أمي وأبي وين وكيف تعرفوا على بعض يعني أنا وامرة رح نكتب لإبننا وين وكيف تعرفنا على بعض هون في أول لقاء لنا أو أول لقاء لنا أمتى كان وهون كيف عرض علي الزواج هايك بيكون عند الطفل يعني معلومات كاملة الصفحة هون يعني ذكريات الزواج اللي هو لا يمر رح نكتبها طبعا زي ما حكيت في آخر كل كل صفحة في كلمات أو اقتباسات ننتقل الصفحة اللي وراحه طبعا إحنا تأخرنا شوي عليه بس رح أكتبه يعني خواطر العرز مثلا وهي الأشياء كلها رح أعبيها أنا هلا هون بترك لنا أكتر من صفحة لحتى إنعبي ذكريات الزواج في حوالي هاي هيك أربعة هاي خمس صفحات هلأ هون المكونات اللي رح تكون معنا هلأ بعد شوي رح نفتح الصفحة ونشوف بدنا بقسم جديد حتى منلاحظ اللون اختلف هون بقضينا بالقسم الثاني مشاعر أمي يعني اللي هي أنا يعني طبعا الدفتر بحاكي الطفل فهو مشاعري أنا لما عرفت حالي إني حامل رح أكتب له إياها وهون مشاعر الوالد لما عرف بإنه زوجته حامل في الطفل هذا صاحب الدفتر وهون الأقارب مشاعر الأقارب نفتح الصفحة هون أول شهر حمل بعدين تحتيها الأشياء اللي عملتها والكنترول اللي عملته عند الطبيب خلال الشهر الأول من الحمل التحليل والأشياء الطبية اللي عملتها هون الشهر الثاني والتحليل رح أكتبها طبعا في كل شهر رح يكمل لحد تسعة شهور نلاحظ هون هاي الشهر الثامن وهي الشهر التاسع هلأ هون خلص الشهر التاسع على خير ان شاء الله هنا يعني أمي اللي هي أم الطفل اللي هي أنا يعني رح أصير أحكي خلص بالمصطلح أنا يعني أنا قبل قبل الولادة شو عملت تحضيرات وشو كانت مشاعري أنا قبل الولادة نفتح الصفحة خلص القسام هون بيبدأ قسام هش جالدين بيبي يعني أهلا وصهلا فيك يا طفلي هون خلص بدت يعني إن ولاد الطفل فمنفتح هون أول شي بعد ولاد الطفل تركني لنا مربع وهون رح نتحط له صورته في أول يوم شاركنا فيه يعني أول يوم شرف على الدنيا وهون رح نكتب اسمه وعيلته وهون رح نكتب تاريخ ميلادته تاريخ ميلاده والمكان هون نفس الشي رح نعبي معلومات عنه مكان الولادة ساعة الولادة الوزن والطول والمحيط الراس لون الشعر لون العيون اسم الدكتور اسم الممرضة أو القابلة اللي ساعدت في الولادة المستشفى اللي نولد فيه ودوم شكله يعني هل هو طبيعي ولا قيصرية يعني الطفل رح يكون عنده معلومات كاملة عن الشي هون مشاعر الأم بعد ولادته وهون مشاعر الأب بعد الولادة هون 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 رح نحط تركنا مش مجهزين هون يعني مش محددين الأم والأب كتبين المشاعر بشكل عام نحن رح نكتب طبعا فيه صفحتين واحدة مخليا قيلة واحدة لأيت هون رح نحط تركنا لنا فراغ هون صوال يعني الإيد لشمال وهون كفة الإيد اليمين هون بصمة الرجل الشمال وبصمة الرجل اليمين هون الأبراج حطيني لنا الأبراج أنا مش من النوع اللي بآمن في الأبراج عفكر الأتراكي كدير بآمنوا في الأبراج حتى المتدينين منهم الحمد لله أمره ما بآمن يعني طلع مثلي بس هون بشكل عام بآمن هون الطقس كيف كان يوم من ولد هون يعني في البلدان شو كان صاير خلال هال خلال هالفترة عند ولدته مثلا رح نكتب الرئيس مين كان الرئيس الجمهورية الرئيس التركية يعني ورئيس البلاد يعني خلان نحكي مش البلاد التانية رئيس الوزراء ورئيس طبعا إحنا رح نكتب كمان معلومات على الفلسطين وهيك إشي كتبين يعني بشكل عام إنه في البلاد إيش عم بصير اليورو سعر الدهب سعر الخبز يعني الغاز يعني الغاز الطبيعي شو سعره شكل عام أسعر عام نحن نكتب خلي شوف بعد الثنين قبش صار سعر الإشي قبش غلية الدنيا هون أسنانه حاطين إنه أول سن لما طلع إيش كان التاريخ السن الثاني الثالث الرابع الخامس بنفس الشكل هون جروب الدم يعني بعمر الشهر الأول خليني أجي هيك بالشهر الأول الطول والوزن والشعادات الأكل عنده ساعات النوم يعني ردة فعل الأم والأب وهيك الشياء كلها طبعا نحن نكتبها هون إذا فيه بالشهر هذا كان أشياء يعني مهمة صارت أشياء مهمة أو دكتور معينة طبيب مهمة عملناها بخلال هادي الشهر رح نكتب هون الشهر الثاني والثالث والرابع الخامس والسادس هي هيك نفس الشي رحد ما صارت مع الشر آي خلص السنة الأولى هون خلص السنة الأولى وفي هون أول أول شمت هوا طلعها أول مرة طلع برة أول مرة بتجول في البيت أول مرة رح على البارك أول مرة رح على حديقة الحيوانات أول مرة عمل بيكنيك أو تسوق وهون نفس الشي أول يعني زائرين أول هدية أول حدا باركله هيك شي وأول أطلع هون أكتر ألعاب بيحبها أكتر حيوانات بيحبها خلال هاي الفترة يعني خلال وعمره السنة أكتر حيوانات أصدقائه مين يعني مين بيحب أكتر مثلا من العيلة من الأم ولا الآب بمين متعلق هيك شي الأغاني اللي بيحبها الأكلات اللي حبها الألعاب والقصص بشي تلعب هون ذكريات الطفل ذكريات الطفل وين وإمتى أول مرة وماشى فيها أول عيد ميلاد وين وكيف يعني مع مين احتفلنا فيه أول عيد ميلاد إيش وصله هدايا أول راس تنع وين كان ومع مين أضع وهيك ذكريات الطفل هون لسيتنا منص الدفتر الدفتر مليان أشياء حلوة هون هلأ وقت المدرسة هون بيبدأ في المدرسة بيحكي لنا إنه أول يوم راح فيه على الحضانة أو يعني الحضانة خلنا نحكي إيش كان التاريخ إيش كان اسم الحضانة وعنوانها واسم المعلمة يعني إيش الكلمات اللي كان يحكيها بوقتها إيش أول أغنية تعلمها غاد إيش أول صديق إله إيش رد تفعله بهذا الشكل راح نكتب هون عن الحضانة هون اختلف اللون صار المدرسة الابتدائية المدرسة الابتدائية نفس الشي التاريخ اسم المدرسة الادرس اسم المعلمة أو طبعا الأستاذ يعني بنفس الشكل نفس الكريش اللي يلحظ هنا أسامي الأغاني اللي بيحبها الرياضة اللي بيحبها الكلوتب اللي بيحبهم الفيلم الأفلام الأفلام الكارتون اللي بيحبها وهيك ذكرياته مع المدرسة الابتدائية وهون بأخر المدرسة الابتدائية كاتبين إنه الديبلومة اللي هي شهادته شهادته من المرحلة الابتدائية قداش ماخد قداش في مادة مثلا التاريخ واللغات وهيك هنا وصلنا للليسة اللي هي الثانوية نفس الشي تاريخ إمت راح إمت بدأ إيش بيحب إيش بيكره ونفس الشي ذكرياته مع الثانوية وهون شهادته بالثانوية شوي الفيديو كان مش منتبه عليه هلأ هون اليوم صار عمري 18 سنة بيحكي ويعني رح يكتب هو الطفل شكله رح نعطي الولد الهديية 18 سنة مش على عرسه معني أنا وإمر كنا متفقين إنه نعطيه على عرسه لنخليها هدية للعرس هلأ هون الجامعة ذكرياته مع الجامعة إمت بدأ أي جامعة وإش عنوانها إش أعز أصدقاء عنده في الجامعة وذكرياته مع الجامعة رح يكتب هون خلص يعني سأروع فكرة رح يعب هون حياتي العملية يعني أنا بديت عالشغل وين بدأت أول شغل إلي المكان وإش ندن لار لار يعني ليش ليش خطرت هذا المكان وليش بدأت العمل هون وهون ذكرياتي مع العمل وهيك خلص مرحلة العمل هون بدأت مرحلة الزواج هلأ زواج الطفل هون رح يكتب إنه كيف بدأ معنا رح يبدأ هو بحياته اللي هو يعني رح يكتب جدته هو وين كانت أو يعني معلومات عنها وبعدين جده أو عفوا جدت جدت والدته وجد والدته وبعدين جده وجدته وبنفس الشكل لحد ما يوصل لأمه بس هو طبعا رح يعبي هات الأشياء وبعدين هون نفس الشكل عن والده جدده جدته وجده وشو كانوا عم يعملوا هون رح تصير تبدأ أي الاشي كله مشاعر عنجد هون رح تبدأ شجرة عائلة جديدة رح يحط فيها هو لما يعني يجي ولد رح يحط صورة لأم الأب والجد وهيك بدأ معلومات عن مرته يعني اسم مرته وتاريخ ميلادها وين والدت شو أسم أمها شو أسم أبوها وين مسجلة وهيك وأول مرة لدأت أنا ومرتي وين لدأينا وكيف تعرفنا على بعض و إيش كنت أفكر يعني وقت ما تعرفت عليها وكيف عرضت عليها الزواج وهون بيبدأ إنه خطوبتنا والزواج وال هون لسه برضو الخطوبة وبعد هنا بيوصل للزواج مشاعري عندما افترقت عن عائلتي بعد الزواج يعني هيك هيك شي مكتوب وهون ذكريات زواجي طبعا زواج الطفل وهيك بيكون خلاص الدفتر الدفتر رائع لأبعد الحدود طبعا أنا بكرر أنا ما عم بعمله دعاية بس عن جد عجبني وأصدقائي كمان نفس الشي اللي فرجتهم يا كثير عجبهم فحبت أني أفرجي كم يا طبعا إذا حبين تشتروا منه هذا إشي تاني بس هذا مش دعاية للدفتر وموجود منه بالعربي إن شاء الله تكون مستمتعته مثلي وحسيته بالمشاعر اللي أنا حسيتها كتير حلو إنه يكون عند كل واحد هيك دفتر يعبي للطفل أدش الطفل رح يكون مبسوط في هك هدية لما يكبر ونعطيه دفتر مليان ذكريات مليان حب مليان يعني طاقة إيجابية كلها أشياء حلوة كلها معلومات عنه وعن عيلته عن جد إشي كتير مميز أنا هيك بفكر إن شاء الله تكونوا إنتوا كمان حبيتوا واستمتعتوا معنا الفيديو شوي صار طويل بس عن جد هو لأنه كتير مليان هيك ما بدأ طويل أكتر هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى إنكم تكونوا انبسطوا فيه وبتمنى إنكم تتركوا لنا لايك وتعليق برأيكم سواء في القناة أو في الفيديو أو في الدفتر أو في أفينة أو في أي شي تتركوا لنا تعليق بأراء كم وإن شاء الله استنونا بفيديوهات ثانية قريبا إلى اللقاء